والآن ينضم إلينا من أمام مستشفى شهداء الأقصى مراسل التلفزيون العربي عبدالله المقداد أهلا بك عبدالله لو تجمل لنا حتى ساعة آخر الغارات أين تتمركز أعداد الشهداء وأخر تفاصيل الميدانية لديك صباح الخير فرح أبرز الغارات تمركزت خلال الساعات القليلة الماضية في وسط وشمال قطاع غز قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة في مخيم المغازي وسط القطاع أصفرت عن استشهاد 47 شخصاً وإصابت أكثر من 100 بجراح مختلفة العدد الأكبر من الإصابات هم من النساء والأطفال وصلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع أعداد كبيراً من المصابين كانت ولازالت حتى هذه اللحظة تتلقى العلاج على أرضية المشفى في داخل قطاع غزة أيضاً الآن بدأ تشييع جثمين كوكباً من الشهداء الذين ارتقوا خلال الساعات القليلة الماضية في هذه الأثناء وصل المشيعون للتعرف على جثمين أبنائهم والذين كما ذكرنا تجاوزوا الـ 45 شهيداً وأكثر من 100 جريح إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المشيعون يعني جاءوا في أفواجاً أفواجاً الجزء منهم بدأ بالتشييع وجزء جاء للتعرف على أبنائه كما نشاهد هنا هذه حتى جثمين الشهداء لا زالت على أرضية المشفى بانتظار الصلاة عليها ومن ثم تشييعها إلى مثواهم الأخير في مشهد بات يتكرر بشكل يومي لكن اللافت فرح وأن حالة الحزن وحالة التشييع باتت مشهد يومي ومستمر ومتكامل والأكثر من ذلك هو أن أعداد الشهداء باتت في تزايد مستمر نتيجة هذه الغارات ونتيجة هذه العمليات العدوانية العمليات العدوانية لم تقتصر فقط على المنازل واستهداف المنازل خلال الليلة الماضية دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خزانا للمياه في بلدة بيت لاهيا الشمال قطع غزة هذا الخزان يغذي لنحو 70 ألف نسمة من المياه يمنحهم المياه خرج عن الخدمة تماما نتيجة تدميره بشكل كامل في مدينتي خان يونس ورفح سجلت هناك سلسلة غارات إسرائيلية كما ساهمت الزوارق البحرية الإسرائيلية في عملية استهداف المناطق الغربية من منطقة دير البلح وسط القطاع وأيضا في غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة على الشرق وعلى الشريط الحدودي لازالت المدفعية الإسرائيلية تواصل عمليات إطلاق القذائف المدفعية باتجاه المناطق السكنية عشرات القذائف تطلق على مدار الساعة وتسمع أصوات الانفجارات بشكل كبير خلال الساعتين الماضيتين أيضا استهدفت الزوارق البحرية مدينة الأسرة والتي تقع على الشريط الساحلي وألحقت أضرار مادية كبيرة في الأبراج السكنية هناك وسمع دوي انفجارات عنيفة كما ساهمت أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية في الإغارة على هذه المدينة كل شيء الآن بات عرضة للاستهداف كل شيء بات هدفا سواء لطائرات الاحتلال أو لمدفعية الاحتلال أو حتى للزوارق البحرية الإسرائيلية التي تسيطر حتى هذه الساعة على الطريق الساحلي وتمنع المواطنين من التحرك وتقوم بإطلاق النار باتجاه سواء المركبات أو حتى المر أو من يحاول المرور على هذا الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية بشكل عام على الصعيد الإنساني ربما استمعنا قبل قليل إلى رئيس بلدية بيت حنون وهو صورة مصغرة عن الواقع الكبير المأساوي الذي يعيشه القطاع الوضع الإنساني يتراجع بشكل كبير لا وجود للوقود لا وجود لتشغيل المرافق الحيوية كل شيء في غزة بات مستهدف وبالتالي بدنا نشهد المزيد من عمليات التراجع في الواقع الإنساني وهو منعكس بشكل سلبي وخطير جدا على حياة المواطنين كما هدد حياة المواطنين نتيجة توقف هذه العملية عملية المرافق الحيوية سواء فرق البلديات أو معالجة مياه الصرف الصحي أو ما شابه ذلك